سعادة النائب عارف السعيدة تفضل بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا محمد النبي العربي الهاشمي الأمين وعلى آله وصحبه أجمعين سعادة الرئيس الزميلات والزملاء السلام عليكم ورحمة الله وبركاته لم يأتي على الأردن ظرف أكثر دقة من الذين عيش بفعل ظروف اقتصادية ودولية بالغة الخطورة وأوضاعاً اقتصادية ضاغطة ما يتطلب منا جميعاً كل في موقعه العمل على سد الثغرات وتوحيد الصفوف لتحصين الجبهة الداخلية والالتفاف حول قائد الوطن جلالة الملك عبد الله الثاني بن الحسين حفظه الله ورعاه قائد سفينة الوطن نحو بر الأمان وحاميها بحكمته وخبرته من تلاطم أمواج الصراعات والفتن المحيطة ليبقى الأردن دائماً حراً عزيزاً آمناً وهنا أدعو الحكومة إلى تبني خطاب دولة متماسك ومقنع يصارح الأردنيين بكل حقائق أوضاعهم حتى يتحمل الجميع مسؤولياته في إبقاء الأردن قوياً منيعاً باعتباره مصلحة أردنية مثلما هي مصلحة قومية فالأردن القوي هو الأقدر على مسالة قضايا الأمة وفي مقدمتها القضية الفلسطينية وانتهز هذه المناسبة لأرفع إلى مقام السيد حظر الصاحب الجلالة الهاشمية رسالة تأييد ممزوجة بخالص وأصدق معاني الولاء والانتماء لمواقفها التاريخية المشرفة تجاه القضية الفلسطينية قضية الأردن المركزية ووقوفه الدائم إلى جانب الأشقاء الفلسطينيين وكشف حجم المأساة التي يمرون فيها وتأكيد جلالته في كل المحافل الدولية والإقليمية وبشجاعته المعروفة وصلابتها التي لا تلين على ضرورة إيقاف جرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية في قطاع غزة مع استمرار تقديم المساعدات الإنسانية والإقافية والطبية برا وجوا للأهل في غزة وفلسطين مما يؤكد إن الأولوية الأردنية ما زالت وستبقى الدفاع عن الحق الفلسطيني وإيجاد حل عادل وشامل ينهي الاحتلال ويكفل قيام الدولة الفلسطينية المستقلة على التراب الوطني الفلسطيني وعاصمتها القدس الشريف والدفاع عن عروبة المدينة المقدسة والحفاظ على مقدساتها الإسلامية والمسيحية انطلاقا من الوصاية الهاشمية التاريخية عليها ولا يفوتني في هذا المقام التأكيد على وقوفنا ودعمنا المطلق لأجهزتنا العسكرية والأمنية في الذود عن حمل وطن ومواجهة عصابات المخدرات والتهرب والاتجار بالأسلحة المدعومة من قبل جهات وعصابات خارجية لاستهداف أمن واستقرار الأردن وجيرانه والضرب بيد من حديد على كل من تسولنه نفسه العبث بأمن الأردن واستقراره سعادة الرئيس الزملاء والزميلات يعاني الاقتصاد الأردني من أزمة مستمرة ومتعمقة نتيجة السياسات اقتصادية ومالية لحكومات متعاقبة أصدرت خلال العقدين الآخرين نحو 11 خطة اقتصادية شاملة وقد دفع الوطن والمجتمع والمواطن ثمناً غالياً لعدم تطبيقها بسبب عدم وضعف الالتزام والالتزام الحكومات المتعاقبة وغياب فعالية الإداء المؤسسي وعدم جدية الحكومات بالإضافة إلى تحديات طارئة مثل اللجوء السوري والحرب على الإرهاب وانقطاع الغاز المصري وجائحة كورونا والحرب الروسية الأوكرانية والعدوان الإسرائيلي على قطاع غزة ولتجاوز تأثير تغييرات الحكومات على تنفيذ الخطط ولإطلاق الإمكانيات لبناء مستقبل أفضل جاء إطلاق رؤية التحديث الاقتصادي كخطة عابرة للحكومات برعاية جلالة الملك عبد الله الثاني وبمتابعة مباشرة من لدنه وولي عهده الأمين وفي سياق تحديث وطني شامل إلى جانب تحديث المنظومة السياسية والمنظومة الإدارية لضمان تسريع النموء الاقتصادي وتحسين نوعية الحياة للمواطنين وفق برامج تنفيذية واضحة ومعلنة بسقوف زمنية محددة ونؤكد هنا على أهميات مراجعة الحكومة وبشكل منتظم الخطط التنفيذية لرؤية التحديث الاقتصادي لإدخال التعديلات عليها آخذة بعين الاعتبار التطورات الجديدة والاتجاهات الاقتصادية الحديثة والتقنيات الناشئة في كافة محاور وعناصر الرؤية خاصة في ظل ظروف عدم اليقين التي يعيشها الاقتصاد العالمي والإسراع في تنفيذ برامج تحديث القطاع العام كضرورة لنجاح مسار التحديث الاقتصادي سعادة الرئيس الزميلات والزملاء ساهمت الإصلاحات الضريبية في نموء الإرادات العامة وخفض التهرب الضريبي وزيادة عدد المسجلين في دائرة الضريبة الداخل والمبيعات عبر مجموعة من التعديلات التشريعية والتنظيمية والإجرائية ما رفع نسبة الإرادات الضريبية إلى 19.4% من الناتج المحل الإجمالي هذا العام وهو مؤشر جيد إلا أن النظام الضريبي ما زال غير منصفا وهنا نؤكد أهمية استمرار عملية الإصلاح الضريبي ومكافحة التهرب الضريبي بكافة أشكاله وتحقيق العدالة القانونية في الشمول الضريبي فلا يعقل أن تكون نسبة مساهمة الأفراد من الموظفين من إجمال الإرادات الضريبية هو أربعة بوند ثلاثة بالمية بينما لا تتجاوز مساهمة الشركات والمهن باستثناء الشركات الكبرى واحد بوند أربعة بالمية وهذا ناتج عن ارتفاع نسبة شريحة ضرائب الموظفين أعلى من شريحة ضرائب الشركات الشركات والمهن الخاصة كما أدعو الحكومة إلى إجراء الدراسات التحليلية اللازمة للعبء الضريبي باستخدام أحدث البيانات ونماذج المحاكات دقيقة للمنافع الضريبية والنظر في إصلاح الضريبة العامة على المبيعات وتخفيضها على الشرائحة الاجتماعية المختلفة سعادة الرئيس الزميلات والزمناء إن التنمية المتوازنة للمحافظات هي ركيزة أساسية لتحقيق رؤية تحديث الاقتصادي ما يتطلب تكاتف جهود الحكومة والمجتمع المحلي والقطاع الخاص لتحديد الفجوة التنموية والمشاكل والمعوقات التي تحول دون تحقيق أهداف الخطط التنموية واستغلال الأمثل للموارد الطبيعية بحسب المزايا النسبية لكل محافظة بما يقود إلى تنمية شاملة ومستدامة وتمكيل المحافظات من إدارة واستثمار مواردها وتنمية وتدريب الموارد البشرية في مختلف القطاعات وهو ما يستدعي توجيه المستثمرين والشركات لتشجيع الاستثمار في الزراعة والصناعة والسياحة الثقافية والبيئية وفق خصوصية كل محافظة ومنح المستثمرين المحليين وأبناء المحافظات فرص إنشاء الجمعيات التعاونية ومنحها تسهيلات ضريبية وتوفيض أراضي قابلة للزراعة لإقامة مشاريع زراعية لغايات التصدير ودعم هذه المشاريع بالمعدات اللازمة سعادة الرئيس الزميلات والزملاء تعهدت الحكومة بمواصلة العمل على تطوير التعليم وتحديثه بشكل يواكب التطورات العالمية ومستقبل المهن وموائمته مع احتياجيات أسواق العمل مع التركيز على التعليم التقني والمهني الأمر الذي يتطلب تقييما حقيقيا من قبل المؤسسات الأكاديمية والقطاع الخاص وخاص القطاع الصناعي المنتج للمشاركة في إعداد الخطط الدراسية ناهيك عن التدريب على أحدث التقنيات والابتكارات الذكاء الاصطناعي والاستفادة من التجارب العلمية سعادة الرئيس الزميلات والزملاء أن تطوير الجهاز القضائي وتعزيز سيادة القانون وتوفير بيئة مؤسسية عصرية للجهاز القضائي وأجهزتها المساندة وتحديث الإجراءات والتشريعات للارتقاء بعملية التقاضي وإنفاذ الأحكام هي الأداء الرئيسية لتعزيز العدالة وحماية الحريات العامة وحقوق الإنسان ونطلب هنا ببسيط من الضمانات شكرا سعادة الزميل